أكتر أنه يفشل المفاوضات عشان يرضي اليمين المتطرف نتنياهو بيلعب مع المتناقضات بيوظف المتناقضات الكثيرة في إسرائيل ويلعب عليها لتحقيق مصالح سياسية فإفشال المفاوضات بيكسب الائتلاف الحكومي اللي موجود معاه خاصة اليمين المتطرف وبيحقق أهدف الحرب بمعنى أول ما يجي يفشل المفاوضات حضرتك أول ما يجي نتكلم عن المفاوضات هتلاقي خبر في الميديا العالمية كلها بيقول أن الورقة في يد حماس القرى في ملعب حماس حماس من أفشلت المفاوضات لسه المفاوضات ما بدأتش لكن هنا بيجد بيعمل عملية إسقاط يسقط على حماس علشان يبرر استمرار العملات العسكرية مستمرار جاليها مرحب بسامحة طب ماذا لو تم عقد جلسة المفاوضات ولا من المقترح أنها تكون موجودة في الدوحة فإيه أهم الملفات اللي ممكن يتم طرحها على طولة المفاوضات انتقال المفاوضات من القاهرة للدوحة والنهاردة فيه إسرائيل يعني فيه جزء أمريكي راح إسرائيل وبعدين الدوحة ده يقلقني أكتر يقلقني يعني إذا هنا الوفد الإسرائيلي ليس لديه الصلاحيات الكاملة لأنه ياخد قرار أو أنه يقول رأيه لازم يرجع إلى نتنياهو مرة أخرى يرجع إلى الدولة الإسرائيل يقول له منظر بالضبط كده هو مقبر على الذهاب للمفاوضات هو يميل إلى المقربة العسكرية يعني هو له أهداف قبرى من الحرب ووضحت للعيان تدمير غزة تدمير البنية التحتية جعل الحياة في غزة غير صالحة للحياة الأدمية بالكامل ومن وقت للتاني يعمل بقى إسقطات مرة يتهم مصر ده من شهر 12 من ديسمبر الماضي واتهامات متواصلة على مصر أن مصر بتساعد حماس في أنفاء ما زالت هناك أنفاء وما مسكش ولا نفع يعني كل الأنفاء اللي هو صورها كلها بقايا أنفاء إحنا قفلنها في سيناء ودي البقايا في الجزء التاني منه مصمم على أنه يعمل تغتبات أمنية التغتبات الأمنية دي بقى ممكن عشان كده مفاوضات المراضي ربما ربما ممكن يتم منها تنفيذ المرحلة الأولى فقط لأن البيئة التفاوضية كلها ملأمة بمعنى إيه؟ هو ما كان شراد يذهب لمفاوضات لسببين أولا خايف من فترة الهدنة الطويلة للأربعين يوم أن حماس تعيد بناء قدراتها مرة أخرى اتنين هو رافد الفترة دي لأنه لم يستكمل الترتيبات الأمنية هو عايز يعمل ترتيبات أمنية إزاي؟ عايز يفصل شمال القطاع عن وسط وجنوبه فعمل محور نتسري هدم البيوت على يمين وشمال الطريق وعمل طريق ممهد ثلاث حارات حارة للدبابات والعربيات المجنزرة وأخرى للسيارات المدرعة وأخرى للجنود والسيارات العادية حط اتنين مبنى على يمين وعلى شمال الطريق يعني عمل بنية تحتية لتواجد عسكري والشوارع اليمين والشمال من هذا الطريق وسعها ده على حساب بيوت الفلسطينيين هدمها بالكامل فإذا هنا فصل الشمال عن الوسط والجنود اتنين عمل سياج أمني عمقه من كيلو لاتنين كيلو ما بين حدود غزة وما بين الحدود الإسرائيلية كل ده عمال يأكل من قطاع غزة وفيها الجنوب نزل لي الجنوب في رفح سيطر على محور فيلادلفيا بالكامل هدم معبر رفح وعايز يعمل طريق موازي فيلادلفيا يعني انباريح كاملة المحاسات بتتحدث عن وهيبتدي يطراحوا أنه عايز يعمل أنفاء تحت الأرض بطول أو بالتوازي مع وحور فيلادلفيا عشان يمنع بناء الأنفاء ما بين القاهرة ومصر عايز يحط تكنولوجي انظار مبكر على الأسوار لمحور فيلادلفيا ويربطها بالتكنولوجيا اللي موجودة في الشمال يعني يبقى كاشف المنطقة بالكامل النقاط دي النقاط دي مع تقرير أنا شفته للتايمة في إسرائيل واللي كان بيقول أن المحادثات بين مصر وإسرائيل تكاد تكون منعدمة تماما أو العلاقات بين الطرفين مش موجودة والأوضاع بتسوق ما بين الطرفين مع أنا سميها محاولات التحرش بالحدود المصرية واستفزاز الأمن المصري فهل في ممكن في الفترة القادمة نلاقي مثلا تصعيد أمني من قبل قوات المصرية لا لا أستبعد أستبعد هذا أولا العلاقات على المستوى الرسمي جيدة يعني بصرف نظر عن الصحافة وما تقوله الصحافة وبعدين حتى لما بني جي نعتبهم على الصحافة بيقولك أنا عندي حرية رأي وعنده صحافة حرة لكن هو بيستخدم يعني معظم هذه الاتهامات والذي يجب اسمه مصر كتير منها جدا للاستخدام الداخلي فمصر كمان بتتسم بضبط النفس يعني منذ الأزمة وإحنا لأنه عندنا دور أكبر من أننا بقى ندخل في مهاطرات مع إسرائيل عندنا دور أكبر هو عملية الوساطة وده دور محوري مهم جدا العالم كله بيعتمد على الدور المصري والدور القطري في هذا فبالتالي لازم أكون محايد للأطراف أكون محايد للطرف الإسرائيلي وأكون محايد للمقاومة وللسلطة الفلسطينية حتى أكون مقبول دوليا ومقبول إقليمين وبالتالي أنا يعني بتجاوز هذه الصغائر علشان أكمل وأوصل إلى وقف الإطلاق المهار